أَنَا الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَ ذُنُوبَا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ أَن يَتُوبُ الحمد لله الحمد لله كفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور الصماوات والأرض والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أسكى الصلاوات والتسليمات وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني الطلبة للأقسام المختلفة من قسم الأدب والفقه والقضاء وقسم الدبلوم للغة الإنجليزية وآدابها وأبناء الجامعة الآخرين أرحب بكم ترحيباً حارة بهذه القاعة العلمية المباركة التي لا تزال تعقد المحاضرات العلمية على مختلف الموضوعات العالمية والدينية والفكرية والتوجيهية والإسلاحية والدعمية إخواني الطلبة كما تعرفون جيداً إن أكاديمية حجة الإسلام هي أكاديمية فعالة نشيطة متحمسة للتعرف على أفكار عالمية دولية وتعالج موضوعات مبتكرة مبتكرة جديدة حديثة وتأتي ببحوص علمية ودراسة علمية فقهية وتربفية وإسلاحية لسالح الأمة الإسلامية التي تحتاج إلى ترقية مستوى فكرها ونتاجها ومن أهم أهداف هذه أكاديمية العلمية المنصقة إحياء التراث العالمي الذي قام بها علماء ديوبند ومشيختها ومفكروها وأدباؤها ومن أهم أهداف هذه الأكاديمية العالمية أن تهتم اهتماما بالغة بالرواة والأنظار التي تأتي على مصرح الحياة وتعالجها معالجة جدية دقيقة حاسمة ومن هذه السلسلة الذهبية المباركة تريد أن تنظم أكاديمية حجة الإسلام المحاضرة حول عنوان أفكار الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تعالى في ضوء رسائل النور دراسة تحليلية إخواني الطلبة سمعتم كلمتين هامتين في هذا الموضوع الكلمة الأولى أفكار الشيخ سعيد النورسي والكلمة الثانية في ضوء رسائل النور فقبل أن نعالج هذا الموضوع لابد لنا أن نتعرف من هو الشيخ سعيد النورسي وما هي حركته وما هي طريقة نموه ونبوغه في مسيرة العلم وما هي رسالته الخالدة التي أيقظت روح الإيمان في قلوب خافتة وفي صدور مجتة وفي أمة خامدة مذهولة غافلة عن مهمتها فقبل أن نلج في صلب الموضوع لابد لنا أن نعالج حياة هذه الشخصية المباركة لها جوانب مشرقة وضاءة الجانب العلمي والجانب الثقافي والجانب العلمي والجانب الحضاري والجانب السياسي نظرة عامة على محاور نعالجها خلال هذه المحاضرة الألف نبذتنا نحياة الشيخ رحمه الله تعالى من هو الشيخ سعيد النورسي رحمه الله تعالى با نظرة عابرة على رسائل النور وأهميتها في تاريخ نخضة الأمة الإسلامية والثالث أفكاره الواسعة ذات أبعاد متنوعة وأهميتها في العصر الحاضر أي ما هي أهمية الآراء التي جاء به هذا العالم المغوار المقدام الذي قوض معاقل الكفر والإلحاد والزندقة نعرف من خلال دراسة رصائله دراسة تحليلية واقعية موضوعية فالشيخ سعيد النورسي عالم من علماء الترك كان عالما مصلحا مجاهدا كرديا تركيا يعتبر من أهم الشخصيات التي نهضت بأعباء الحركة الإسلامية حينما تكاد الخلافة الإسلامية تنهار على رأسها فهذا الرجل المغوار يهب ويوقذ الأمة الإسلامية التي تكاد تلفذ أنفاسها الأخيرة وتكاد تزهق روحها وتكاد أن تنفصل عن ركب الرسالة المحمدية التي أنارت أرض الأتراك وقلوبهم وأفئدتهم وصدورهم وأرواحهم وقادهم إلى الهدى والرشد فاسمه سعيد النورسي ولكنه يعرف ببديع الزمان أتعرفون لماذا يلقب أصحاب تركيا وعلماؤها وقفادها وروادها وزعماؤها هذا الشيخ الكبير ببديع الزمان هناك خلفية خلفية هذه أنا أريد أن أضرب لكم مثالين فقط المثال الأول إن بديع الزمان رحمه الله تعالى كان رجلاً ذا ذكاء مفرط كانت له فطنة كبيرة وذاكرة قوية حتى الأستاذ كان مستغرب جداً بعد ما شاهد هذا الطفل اليتيم حينما حفظ جزئين كاملين من القرآن الكريم في يوم واحد جزئين كاملين في يوم واحد فاستعجب وتحجره وذهب أدراجه إلى أسرته الكريمة الأسرة كانت تتألف من أم وأب كريمين فسأل أباه وسأل أمه ما هي الأعمال المهمة التي تعملاني بهما حتى صار هذا الطفل الصغير مثل النابغة حتى هو في سن مبكرة كان طفلاً صغيراً وكان في التاسعة من عمره فحفظ جزئين كاملين من القرآن الكريم في يوم واحد فتحجر الأستاذ كيف حفظ هذا الطفل فقالت الأم وفي هذه القصة درس مشرق لنا ودرس للآباء والأمهات إن الأم قالت ما رضعت هذا الطفل حينما كان صبياً إلا وأنا كنت متوضئةً وكان قال الأب أنا فلاح أنا أعيش على المزرعة أنا أذهب مع ماشيته إلى الحقل ولكن أنا ما قدمت لقيمة من مال حرام إلى فمه وهذه من بركتي الأم الطاهرة العفيفة المباركة وهذا الأب الكسوب الدؤوب المجتهد لكسب الحلال فزالت حيرة الأستاذ ثم بلغ سعيد زمى رحمه الله تعالى عمر شبابه وكان في قمة عنفوان شبابه حتى جاء بعض من رجال العلوم العصرية هم كانوا نابغي عصره فأرادوا أن يوقعوا سعيد بديع الزمى رحمه الله تعالى في برطة بإرادة الأسئلة المشكلة في الجغرافيا والكيميا والفيزياء فالأستاذ كان مع بديع الزمى تحجره هذا الشاب لا ممارسة ولا معالجة للقضايا الصعبة المعقدة من الفيزياء والجغرافيا والتاريخ والسياسة معنى العلوم الكونية العصرية ولكن حينما طرحوا الأسئلة فأجاب وأقنعهم وأفحمهم فتحجر الناس ومن ذلك الوقت كانه معروف بلقب بديع الزمى معناه كانت في كل فكرته ابتكار وكان في كل وجهة أنظاره شيء من نوعه فريد ملموس في كل ما يقول وبعد ذلك هناك تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد كما أنتم ترون نعم تاريخ الميلاد ولد الشيخ في قرية نورس الواقعة الأناضول في تركيا عام أربع وتسعين وإثني عشر من الهجرة وهكذا المواء مصادف سبع وسبعين وثمانمائة بعد الألف من الميلاد وهناك المكتوب هذا لابد لنا أن نلاحظ قد بدت عليه أمارات الفطنة والذكاء منذ طفولته ولما دخل الكتاب وتتلمد على أيدي المشايخ والعلماء بهرهم بقوة ذاكرته وبداهته وذكائه ودقة ملاحظاته وقدرته على الاستيعاب والحفظ وهذا شيء مهم جدا فقد حفظ عن ظهر قلب غيب عن ظهر غيب معناه حفظ بالقلب لا بالرؤية لا بالنظر حفظ عن ظهر غيب ثمانين كتابا من أمهات الكتب العربية كم كتابا؟ ثمانين كتابا كما حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من حياته الخصبة لحافلة وبعد لم يقتصر فقط باقتناي العلوم الدينية ذهب إلى المدارس العسرية وعكف على دراسة العلوم العصرية والعلوم الكونية التبيعية الرياضيات والفلك وكيميا وفيزياء وجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ والفلسفة الحديثة فاستفاها من العلوم فمعناه هو اللقها بين العلمين مزج بين العلمين العلم الديني والعلم العصري العلم القرآني والعلم المادي جمع بين العلمين انقلاب والفكري تعرفون جدا حينما زالت الخلافة الإسلامية وتصلت مصطفى كمال أتى ترك عرش حكومة تركيا وأراد أن تنتشر الحرية الكاملة المطلقة في تركيا حتى فرض الحضر على تلاوة القرآن بالعربية حتى فرض الحضر على الأذان باللغة العربية حتى هو فرض على الأمة الإسلامية ألا تكون هناك آيات كريمة بالعربية مكتوبة في بيوتهم وحتى أنتم تسمعون القصص الفلاحون يذهبون بصبيانهم وصغارهم في الحقول وهم يحرثون الأرض وخلال هذه العملية هم يقرئون أبناءهم القرآن الكريم وفي بعض الأوقات هم يحفرون القبر وهناك تكون صورة جنازة وجنازة موضوعة في القبر والناس كانوا متحلقين حول القبر والأستاذ يكون في داخل القبر ويلقي القرآن وهؤلاء الأطفال الشغار يجلسون على حافة القبر يحفظون القرآن الكريم هذه كانت صورة الدين في بلد كانت مقر الخلافة الإسلامية زال الدين وزال القرآن ومحط السنة النبوية الإنقلاب نقطة إنقلاب ظهرت في حياته هذه الجملة المستعمر البرطاني لأن البرطانية قد أحكمت سيطرته الكبيرة على جميع البلدان الإسلامية حتى كانت آثاره الكبرى في الهند أيضا الهند لها للبرطانية كانت سيطرة كبيرة وهيمن عظمى في الاقتصاد وفي الدين وفي الثقافة فالشيخ كان في معزل عن الدنيا حتى سمع رجلا من برطانية يقول ماذا يقول ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكما حقيقيا ماذا قال ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نحكمهم حكما حقيقيا فلنسع فلنسع إلى نزعه منهم قال البرطاني لابد لنا أن نمحو القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة ونحن نأتي بالتلبيس والشكوك في القرآن الكريم لو لا نزيل هذا القرآن من صفحة الأرض لن نحكم المسلمين حكما حقيقيا لما سمع الشيخ بديعزم نورسي فار وثار غذبا وغيزا على هذا البرطاني المستعمر وماذا قال وقال لأبرهنن للعالم لا أبرهنن للعالم بأن القرآن شمس معنوية لا يخبسناها ولا يمكن إطفاء نورها قال لابد لي أن أثبت الحجة التامة على العالم كله أن القرآن شمس لا يمكن أحدا أن يطفئ نور القرآن الكريم القرآن يستمر نوره كاستمرار نور الشمس والقمر فحينما لا يخبو القمر هكذا لا يخبو نور القرآن وألف كتاب إشارات الإعجاز في مضاني الإجاز اسم الكتاب إشارات الإعجاز في مضاني الإجاز ولهذا الكتاب قصة عجيبة جدا إن الشيخ رحمه الله تعالى كان في معركة والحرب كانت جارية والأشلاو والجسس والأعداء كانوا متحاربين بجميع العدى والعتاد بجميع الأصلحة الفتاكة والشيخ كان جالسا على صحبة الفرص وكان تلامذه من اليمين ومن اليسار والشيخ رحمه الله تعالى كان يملي هذا الكتاب يملي عن ظهر القلب والطالب يكتب والحرب جارية مستمرة جدا وكان من هدف الأستاذ أن يتم هذا التفسير في سبعين مجلدا كم مجلدا؟ سبعين مجلدا ولكن حينما رأى إن الإلحاد قد ظهر والمسلمون بدأوا يرتدوا عن دينهم فترك هذا المنشود العلمي وذهب إلى مهمته الكبرى وهو الحفاظ على الدين وحفاظ للقرآن وحفاظ على الهوية الإسلامية فهذا الكتاب فقط تفسير لسورة الفاتحة تفسير لسورة الفاتحة وثلاثين من آية من سورة البقرة وثلاثين آية من سورة البقرة وهذا الكتاب يضم أكثر من ثلاثمئة صفحة من ثلاثمئة صفحة فقط تفسير لسورة الفاتحة وثلاثين آية من سورة البقرة وبعد ذلك هناك الحرب العالمية الأولى هناك حرب العالمية حتى تبدد النظام العالمي كله الأشعوب والأقوام والملل كانت تتناحر وكانت هناك الحروب والمعارك الزخمة في كل بلاد وهذا لا بد لنا أن ندرك هذا حتى أتى مصطفى كمال وقدم الدعوة إلى الشيخ سعيد نورسي وبدأ يتمعه بالأموال والمناصب الفخمة والجاهي ويقول لو أنت تركت مهمتك أي مهمة نشري الإسلام ستكون أقرب من أعواني وأقرب من نوابي وأقرب من وزرائي أنت تكون مثلا وزير الداخلية أو وزير الخارجية أو وزير المملكة هكذا وأتى بدعاو مزوفة فأتى الشيخ وكان هناك وقت الصلاة فرأى جميع النواب مع مصطفى كمال أتى ترك كانوا يشتغلون بأمورهم أمور السياسة ولا يصلون وكان يكتب هناك كتاب أسرار الصلاة أسرار الصلاة وكان المصطفى كمال في داخل حجرته فلما رأى أتى هناك ولم يظهر رغبة في الحكومة ورغبة في نيل المنصب الفخم فقال وفي ديوان أنقرة كما أدرج في قرار المحكمة أفيون عندما قال له مصطفى كمال في غذب قال مصطفى كمال في غذب لقد دعوناك هنا لكي نستأنس بآرائك السديدة فإذا بك تكتب أمورا حول الصلاة فبزرت الخلاف ما بيننا أي لماذا تكتب هناك الصلاة لا نصلي أترك وحالنا أترك وشأننا لماذا أنت تحتفل بنا كثيرا فأجابه ماذا قال الشيخ فأجابه أمام ما يقرب من خمسين نائبا خمسين نائبا كانوا جالسين حوشيه وخدمه قال إن أكبر مسألة بعد مسألة الإيمان هي الصلاة ومن لا يصلي يعد خائنا وحكم الخائن مردود ماذا قال أمام من يقول يقول أمام رجل المصطفى كمال هو كان كانت مهمته قتل الصبيان قتل الأبرياء قتل الشيوخ والشباب الذين يتمسكون بالدين الإسلامي القويم أو يدعون بنشر الرسالة المحمدية في تركيا وأرجائها يقول أمامه أمام سلطان جائر يقول هذا الكلمة كلمة تاريخية إن أكبر مسألة بعد مسألة الإيمان هي الصلاة ومن لا يصلي يعد خائنا وحكم الخائن مردود معنى ذلك ويقول أنت خائن انظر رجل عنده قوة عنده سطوة عنده شرطة عنده قفات عنده أصلحة عنده دبابين عنده محكمة لكنه يقول الكلمة كلمة حق عند هذا السلطان الجائر عن الدين عن الحق بكل صراحة لا يخاف ولا يهب وبعد ذلك وأصدر قرارا بسجن الشيخ كم سنة؟ لخمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة يكون في السجن كان مقفلا في السجن ولكن نور الإيمان لم يكن مختبئا لم يكن مخفيا لم يكن هامدا نور الإيمان كان يتنور كان يتلأل كما يتلأل النجوم فكان الشيخ متحمسا جدا فبدأ يكتب الرسالة ويلقي في أي مكان يأخذ رجل ويذهب بالرسالة للقرية أو للمدينة حتى تحركت الحركة الإسلامية والنهضة الإيمانية فمعنى ذلك حياته كحياة أكابرنا أيضا هم قاموا بهذا العمل بكتاب الرسالة الآن توفي بدع الزمى رحمه الله تعالى عام ستين وتسعمائة وألف تاريخا موسوعة علمية عنده كتب كثيرة جدا موسوعة وهناك جماعة الكتاب الاسم الأول الكلمات والمكتوبات واللمعات والشعاعات إشارات الإعجاز في مضاني الإجاز المسنو العربي النوري الملاحق سيقل الإسلام وقد ترجمت وأكثر معظم الكتب كانت بالتركية كانت بالتركية فقط الخطبة التي ألقى الشيخ رحمه الله الخطبة الشامية في المسجد الأموي هو ألقى باللغة العربية وأيضا التفسير الذي ألفه باللغة العربية وترجمة اللغة العربية كتابه مترجم باللغة العربية والإنجليزية والألمانية والأردية والفارسية والكردية والفرنسية والروسية وغيرها ولكن أتعرفون أين دفن؟ لا يعرف مكان أين دفن هو بعدما توفي جاءت القوات وجاءت الشرطة وحمل بجسته بالطائرة المروحية وذهب بها إلى مكان لا يعرف لأن الشيخ كان له حلم كان له حلم أن لا أعرف بعد وفاته حتى لا يعرف قبر أحد كان هو دائما يحلم بهذا حقق الله سبحانه وتعالى هذا حلمه وذهبت الجنود بجسته وأين ألقت لا يعرف هذا الآن نحن أبرصا إلى النور الآن أنا قلت أولا أفكاره وصعيد نورس رحمه الله تعالى عرفنا عن حياته الآن أفكاره وقبل بدء أفكاره لابد لنا أن نتعرف على رصائله ما هي الرصائل؟ لكي نكون متأهلين ونكون متأهلين لفهم أفكاره قبل أن نبدأ الأفكار لابد لنا أن نعرف رصائل النور رصائل النور برهان باهر للقرآن الكريم وتفسير قيم له وهي لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي ورشحة من رشحات هذا البحر وشعاء من تلك الشمس وحقيقة ملهمة من كنز علم الحقيقة وترجمة معنوية نابعة من فيضاته الخلاصة رصائل الإسلام لم تكن أفكار الشيخ بل كانت أفكار القرآن الكريم يكتبها بكلمات من عنده الفيضانات الإلهية والمستلهمات الإلهية كانت تلقى في قلبه حينما كان في السجن فكان هو يكتب ولكن القرآن وكتابته كانت ممنوعة في تركيا فلا يأتي بالآيات بالصراحة ولا يأتي بالأحديث بالصراحة يذكر مواد العلوم القرآنية أو مشمولات الأحاديث النبوية ولكن لا يأتي بأحديث صريح لكي لا يطلع أحد حينما يرى العربية يتعرف أنه هناك مكتوب العربية وهو يشي بالحكومة حتى الشيخ يسجن ويعتقل من جديد وبعد تتألف رسائل النور من ثلاثين ومئة رسالة كم رسالة من ثلاثين ومئة رسالة كتبت باللغة التركية استغرف تاليفها ثلاث وعشرين سنة كم سنة؟ ثلاث وعشرين سنة استغرقت لتاليف لثلاثين ومئة رسالة هناك الكلمات الرسالة الأولى الكلمات هناك ثلاث وثلاثون رسالة في خمسين وست صفحة وبعد ذلك المكتوبات اسم الكتاب المكتوبات تضم ثلاث وثلاثين رسالة في ست وخمسين وتسعمائة صفحة وبعد ذلك اللماعات وهناك التعريف موجز ولكن هناك وقت زيق لابد لنا أن نتعرف على أفكاره واللمعات وهناك تضم ثلاث وثلاثين رسالة في ثلاثين وأربع مئة صفحة شعاعات تضم فقط خمس عشرة رسالة في أربعين وستمائة صفحة وبعد ذلك إشارة العجاد في مضاني الإجاز يحتوي إلى ثلاثمائة وأربع مئة صفحة ثلاثمائة وأربعة صفحة وبعد ذلك المثنوي العربي هذا أيضا يضم سمانين وعشرين وخمسمائة صفحة وبعد ذلك الملاحق وبعد ذلك سيقل الإسلام وبعد ذلك العاشر الخطبة الشامية المناظرات الصائحات تعليقات وهكذا الخطوات الستة وبعد ذلك السيرة ذاتية وبعد ذلك الفهارس فعشرة كتب مجموعة من رسائل النور وهي تعرف بكليات رسائل النور الآن أفكار الشيخ النورسي في ضوء كتابات العلمية الرسينة الآن نتعرف على أفكاره ما هي أفكاره وكيف هو واجه الأزمات والعواقب والفتن التي ظهرت على أرض تركيا للقضايا على الإسلام والمسلمين ولضحض القوى الإسلامية ولجعل المسلمين عبيدة الغرب فهذه الأفكار تعالج من خلال رسائل النور منهج الشيخ رحمه الله تعالى في تقديم العقائد الإسلامية في زمن الإلحاد والردة وإثباتها بالدلائل الأقلية المفحمة المقنعة هناك قضية قضية الإلحاد الناس كانوا يرتدون عن الإسلام في زمنه والناس كانوا يذهبون إلى المدارس العصرية يقرؤون التبعاء يقرؤون الكون يقرؤون الجغرافية يقرؤون العلوم ثم يأتون ويريدون أن ينظروا كلما قال الله سبحانه وتعالى وكلما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ملموس محسوس مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة أو جهنم أو الحشر فيريدو الطالب الذي زار البدارس العصرية أو الجامعات العصرية أن يرى جنة موجودة في العالم أو يرى الحشر موجودة في العالم حينما يقول الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم صافر من هذه الدنيا الأرضية إلى الدنيا والسماوية ولقي ربه وأتى بالرسالة برسالة الإسلام وأتى بحكم الصلاة فهو يتحير الشمس والقمر وهناك النجوم وهناك سماء بعد سماء وليس هناك خروق والالتئام فكيف هذا الرجل يسعد من الأرض إلى السماء كيف هناك باب فهو يسعد هكذا في زمن الردة فالشيخ رحمه الله تعالى يقول جاء فريق من طلابي الثانوية في قسطموني هذا اسم المكان قائلين عرفنا بخالقنا ماذا قالوا؟ عرفنا بخالقنا فإن مدرسين لا يذكرون الله لنا انظر سورة المدارس العصرية في زمن الشيخ رحمه الله تعالى هم لا يذكرون الدين ولا القرآن ولا النبي ولا النبوة ولا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون المادة يذكرون العلوم التبعية يذكرون علوم الكون يذكرون علوم النجوم ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى فقال الطلبة للشيخ نريد أن نعرف ربنا من هو من هو خالقنا فالشيخ لم يطلو القرآن الكريم أم يقول الله هو الله الذي خلقكم هو الله الذي بعث الأنبياء هو الله الذي يعطينا رزق ما قال هذا ماذا أجاب؟ إن كل علم من العلوم التي تقرؤونها يبحث عن الله دوما ويعرف بالخالق الكريم بلغته الخاصة فأسغو إلى تلك العلوم دون المدرسين ماذا قال؟ قال العلوم التي أنتم تقرؤون العلوم التي تبحث عن الأرض وما فيها العلوم التي تبحث عن السماء وما فيها العلوم التي تبحث عن الصحراء وما فيها العلوم التي تبحث عن نموب الأشجار وثمارها وأوراقها وأغسانها فهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود في العالم لكن هذا كان متن فقط يشرح الأستاذ يقول لو كانت هناك صيدلية مثلا صيدلية زخمة في كل قنينة من قنانينها أدوية ومستحضرات حيبية ووزعت فيها بموازين حساسة خلاصة هذا الكلام مثلا الدنيا عرف الرجل الذي لا يعرفه الرب مثلا هناك صيدلية أو مستشفى والمستشفى يجري بانتظام وبكل دقة ولا اضطراب فيها ولا فوضى فهل المستشفى يجري بدون أن يكون هناك رجل جراقبه أو يجري المستشفى بدون رجل يدير جميع النظام الذي يجري في داخله فقال هكذا العالم العالم النجوم تجري وتأتي بمهمته والشمس تقوم بمسؤوليتها والقمر يقوم بفرضه والأشجار تأتي بثمارها في وقت محدد فهل تظهر هذه الأشياء بدون خالق أو بدون مبد أو بدون مدبر فلما تحققت هذه الأشياء فهكذا العلوم الكونية تدل على أن الله سبحانه وتعالى موجود وأن عقولنا وأن أفهمنا لا يدرك كنها الله سبحانه وتعالى وذاته ثم يأتي بمثال آخر يقول إن مسنعا للأثواب مسنعا للأثواب مسنع واحد ينتج ألوانا من الأقمشة أحمر أخزر أسود لون رقيق ولون خشن لون ثوب ناعم وثوب سخين فهل تظهر أو تأتي الآلات التي تدير لإنتاج الأثواب بدون أمر بدون أمر أو بدون نظام الأقمشة في مختلف الألوان وفي مختلف الأشكال لا تأتي بدون المالك فكيف الإنسان بأشكال مختلفة وبألوان مختلفة وبألسن مختلفة وباتباع مختلفة يأتون في الدنيا بدون الخالق أظهر الشيخ رحمه الله تعالى بفرض مثال وبعد ذلك دليل على إثبات الحشر بأمثلة واقعية حية مثلا يأتي الملحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وابلا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أثبت لي الحشر أين الحشر كيف يكون الحشر ويقول والطالب يا أستاذ الحشر يكون مكان يجتمع فيه الخلق كله من آدم إلى يومنا هذا مات في أي مكان دفن في أي مكان مات بأي سبب لا يعرف فالشيخ رحمه الله تعالى قال هذا سهل جدا قال مثلا إن في البلاد إن في البلاد أمرا حرجا يأتي أمير الجيش أو رئيس القوات وفي يده بوق ينفخ فيه حتى يستمع الرجال رجال القوة ورجال الحكومة صوته فأهلهم لا يجتمعون في آن واحد يجتمعون في آن واحد مثلا في مدرسة يجتمع كثير من الطلاب وهم يسكنون في حجرة في حجرة مختلفة وهذا في مكان آخر وفي هذا في رواق آخر ولكنهم يجتمعون بصوت واحد وبإعلان واحد فهكذا يجتمع الإنسان من آدم إلى يومنا هذا في وقت واحد وأتى بمثال آخر قال هل أنتم تنظرون إلى الشجرة في يوم الصيف حينما تكون الحر لافحا وتكون الشمش ذات حرارة شديدة فنحن نرى بعض الأشجار جافة يابسة لا حياة فيها ولا قوة ولا نبات فيها ولا أوراق ولا أغسان الأشجار ترك ميتة ولكن حينما يريد الله سبحانه وتعالى ويأتي بتغيير في الجو ويأتي بتغيير في الفصول حينما يأتي فصل والربيع فماذا نرى؟ نرى أن الأشجار مورقة مثمرة الشجرة التي لم تكن فيها حياة أتت الحياة من جديد فهكذا كما وجدت جميع الأشجار في العالم في كل صحراء سواء كان الصحراء في الهند أو الصحراء في إفريقيا أو الصحراء في أمريكا جميع الأشجار تكون مورقة مثمرة في آن واحد فهكذا الإنسانية جمعا من آدم إلى يومنا هذا تأتي من قبورها حية نامية عند ربه فتحجر الطالب فهو أجاب الإلحاد بشكل عقلي موافق لمستويات المجتمع لا يأتي بالقرآن الكريم أتى بمثال لأنه لا يؤمن بالكتاب لا يؤمن بالنبي فحينما هو يأتي بالحديث أو القرآن الكريم فهو يقول أنا لا أؤمن بالقرآن فكيف أنت تأتي بهذا الدليل وهناك أمثلة كثيرة لهذا مواجهة والنور سي رحمه الله تعالى الإلحاد في المجتمع الإسلامي والحد من دمارها بدلائل شهودية أنفسية وآفاقية نحن في زمان نرى الإلحاد الملحد لا يأتي بأدلة من القرآن الكريم بل يأتي بدلائل عقلية أنفسية يريد ويطلب منا دلائل تثبت تثبت حقية الإيمان وحقية القرآن وحقية الحشر بصورة واضحة عقلية شهودية فالشيخ رحمه الله تعالى يقول وهذا كلام جميل جدا فيقول إن علماء الإسلام السابقين إن علماء الإسلام السابقين حينما يشاهدون ملحدا واحدا في المجتمع ملحدا واحدا في المجتمع فهم يأتون بحلول وأجوبة من طرق شتى ولكن زمان النورسي يقول عن زمانه لكن في زماننا ليس هناك ملحد واحد بل نصف المجتمع أو أكثر من نصف المجتمع ملحد ولكن ليست عندنا أجوبة مقنعة مفهمة فهو يقول لذا فقد كانت أدلة علماء الإسلام ودراستهم كافية لصد حاجات عصرهم إذ كان كفر عصرهم مبنيا على الشك مبنيا على الشك ولكن الآن الإلحاد ليس على الشك الإلحاد بالمتالعة الإلحاد بالدراسة الإلحاد برد الثبابت الإسلامية الإلحاد بالغزب الفكري للإسلامي هناك يقول عن زمانه أما اليوم فاتغير الحال إذ بينما كان يوجد في الماضي ملحد واحد في بلد يمكن العثور الآن على مئة كافر في قصبة واحدة وقد زاد عدد الذين يضلون بسبب افتنانهم وهو يقول كيف يأتي الإلحاد يأتي الإلحاد بافتنان الناس بالعلوم والفنون الحديثة مورن نيجوكيشن ويقفون بعناد وتمرد في وجه حقائق الإيمان أضعاف أضعاف الماضي بمئة مرة ولما كان هؤلاء المعاندون يعارضون الحقائق الإيمانية بغرور فرعوني وبالتضليلات رهيبة فلا مناصم من أن يجابه بحقائق قدسية في قوة القنبلة الذرية الآن كيف نحن ندرك الإلحاد إدراك مسدر الإلحاد وإيجاد الدواء من سيدلية القرآن والثاني رد الإلحاد والزندقة والضلال والشكوك والشبهات بأسلوب العصر المتطور المزدوج بالعلوم الدينية والكونية والثالث إثبات تطابق الإسلام مع القوانين والنواميس الإلهية الجارية في العالم مثلا حينما نحن نقول القرآن حق فلابد لنا أن نأتي بدلائل شهودية أفاقية حتى المخالف المعاند الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بما نقول يؤمن بما ندعوه ندعوه إليه وهناك أسوال فإن سألت لما هذا الازتراب والقلق وما جدوى سرد البراهين على ما صارك العلوم المتعارفة طالب من طلاب نورس رحمه الله تعالى سأله يا أستاذ لماذا أنت تأتي بدلائل ما الفائدات بسرد الدلائل والبراهين حتى لا يؤمن أحد قال إن معاصرية وإن كانوا أبناء القرن الثالث عشر هجري إلا أنهم تذكار القرون الوسطى من حيث الفكر والرقي وكأنهم فهرس ونموذج وأخلاق ممتزجة لعصور خلط من القرن الثالث إلى الثالث عشر هجري حتى غذا كثير من بديهيات هذا الزمان مبهمة لدينا هذه فكرة جميلة جدا يقول إن علماء زماننا إن علماء زماننا يريدون أن يجيبوا الباطل بأجوبة جاء بها علماؤنا في القرن الثالث ففي القرن الثالث الشيء كان مشاهد ولكن نفس الشيء صار مجهولا عند زماننا مثلا الدليل الذي جاء الغزال رحمه الله تعالى في الرد المعتزل نفس الدليل لو نأتي به في هذا الزمان الناس لا يؤمن به مثلا المعتزلة كانت تقول إن الميزان ليس بحق كيف يوزن العمل ولكن التقنيات والمخترعات الحديثة أثبتت أن الدخان أن الحرارة توزن في هذا الزمن فكيف لا يوزن العمل فالشيخ النورس رحمه الله تعالى كان يقول لابد للعلماء أن يعرفوا عقلية الزمان ومستوى الزمان ومتطلبات الزمان وبعد إدراك متطلبات الزمان لابد أن يعالجوا القضايا حسب مستوىهم مثلا الجاهل لا يعرفوا عن الإسلام وأنا آتي بالآيات الكريمة وأترجم وأشرح لا يفهم شيئا ولكن لو نأتي بالدلائل كما يقول القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فهذه الأشياء ظاهرة جدا ظاهرة كظاهرة الشمس أو واضحة كوضوه القمر فهو يدرك ويفهم ولكن لو نأتي بنفس الدليل أمام رجل طالع الإسلام وطالع المسلمين وحضارتهم فهذا الدليل لا يكفيه فالدلائل لا بد أن تكون متنوعة حسب طباعي الناس وحسب مستوياتهم والفكر الثالث موقف العلامة من العلومة الكونية العصرية في زمن المعاصر المتأزم تلقيح العلومة الكونية الحديثة مع العلومة الدينية من خلال إنشاء مدرسة الزهرة الشيخ رحمه الله تعالى شاهد بأم عينيه مدارس تركية مدارس تركية تقليدية تقليدية في زمانه المدارس الإسلامية جاء فيها العلماء ولكن لهم علاقات مع الحكومة هم كانوا يتبعون هو الحكومة فالشيخ رحمه الله تعالى تذمر من المدارس ومن نظامها ثم أراد أن ينشئ مدرسة الزهرة مدرسة الزهرة وماذا يقول في مدرسة الزهرة لابد لنا أن نستمع يقول فَيَا لَلْعَجَبِ كَيْفَ يَكُونُ الْعَبْدُ عَدُو وَسَيِّدِهِ كَيْفَ يَكُونُ الْعَبْدُ عَدُو وَسَيِّدِهِ معناه العلوم الدنيابية العلوم الدنيابية عدو وسيده معناه العلوم الإسلامية كَيْفَ يَكُونُ الْعَبْدُ عَدُو وَسَيِّدِهِ وَالْخَادِمُ خَصَمَ رَئِيسِهِ وكيف يعارض الابن والده ابن معناه هناك العلوم الدنيابية والوالد العلوم الإسلامية فالإسلام سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم الحق ووالدها فيقول حينما تأتي العلوم العصرية كيف تأتي بالاعتراضات وكيف تأتي بالشبهات حول العلوم الإسلامية ومن علوم الإسلامية ظهرت هذه العلوم العصرية فكيف الإبن يعارض الأب وكيف يعارض العبد سيده ثم يأتي بمثال جميل جدا قائلا هذا انظروا وقد قررت قبل خمس وستين سنة أن أجابها هذه المؤامرات الخطرة مستمدا القوة من القرآن العظيم أولا القرآن الكريم فألهمني قلبي طريق قصيرا وهو إنشاء جامعة زخمة فمنذ إذن نسعى لإنقاذ آخرتنا وإنقاذ حياتنا الدنيوية من الاستبداد المطلق والنجاة من مهالك الضلالة فيقول المدارس الإسلامية تبعدوا للمدارس العصرية فمدرسة العصرية فقد تعالج القضايا الكونية وأما المدارس الإسلامية فتعالج القضايا القرآنية فهناك خليج كبير وهناك جسر عظيم بينهم فلابد أن يكون هناك التوافق لابد أن تجتمع المدارس الإسلامية بالمدارس الحديثية الجديدة حتى يتبادل كل منهما الخير والنور والبركة أهمية المدرسة الزهرة توحيد المدارس الدينية وإصلاحها علميا وترببيا ومنهجيا علميا وترببيا ومنهجيا إنقاذ الإسلام من الأساطير والخزعبلات والتعصب الممقود باب فتح لمعرفة محاصر المشروطية ونشرها بين الناس فهناك أخيرا انظروا هذه العبارة يقول إن الإسلام لو تجسم لكان قصرا مشيدا نورانيا ينور الأرض ويبهجها فأحد منازله أي في المدرسة فأحد منازله مختصة مدرسة حديثة وإحدى حجراته مدرسة دينية أي في المدرسة هذه الحجرة للعلوم الأصرية وهذه الحجرة للعلوم الدينية وإحدى زواياه تكية تكية معناه خانكا وفي حجرة واحدة تكية وارواقه مجمع الكل ولكن هناك سكن الطلاب يجتمع الجميع الفصول مختلفة ولكن المدارس التي يسكن فيه طلاب لابد سكن الطلاب مجتمعة مثلا هذا الطالب من العلوم الشرعية وهذا الطالب من العلوم الصرية لكنهم يجتمعون في حجرة واحدة على مائدة واحدة وفي مأدبة واحدة وفي حفل واحد أو في اجتماع واحد وبعد ذلك يقول ومجلس الشورى ومجلس الشورى في نفس المدرسة يتشاور أهل العلوم الإسلامية وأهل العلوم العصرية يكمل البعض نقص الآخر يكمل البعض نقص الآخر وكما أن المرآة وكما أن المرآة تمثل صورة الشمس حينما نحن نضع المرآة أمام الشمس فالشمس تاتي في المرآة وتعكسها فهذه المدرسة الزهراء ستعكس وتمثل أيضا صورة ذلك القصر الإلهي الفخم في البلدان الخارجية يريد الشيخ رحمه الله تعالى ألا يكون هناك التباين بين المسلمين لا هذا أنا طالب للمدرسة الإلهية وهذا أنا طالب للمدرسة الدنيوية لا بد أن تكون هناك التوافق الطام بين الشباب وبين الجيل وبعد هناك فقط أنا أترك هذا وأاتي هناك المدنية الغربية مثلا ما هي الأفكار الصامية لسعيد النورسي رحمه الله تعالى حول الأفكار الغربية ماذا أعتت الأفكار الغربية لعالم وماذا دمرت أي ما هي مساوها وما هي محاصنها يقول انظروا بدقة فالمدنية الحاضرة تؤمن بفلسفتها أن ركيزة الحياة الاجتماعية البشرية هي القوة ما هي القوة القوة هي المدنية وهي تستهدف المنفعة ماذا المنفعة في كل شيء مثلا المدنية معناه العلوم العصرية وحضارتها وثقافتها ماذا تعلم الطلاب وماذا تعلم من يؤمن بنفعها وبإفادتها أو بجودتها يقول نحن نتعلم أو نحن نختار المدنية لنحصل القوة لنحصل على القوة المنفعة في كل شيء وتتخذ الصراع دستور للحياة دستور للحياة لا بد أن تكون هناك نزاع أيضا مثلا يريد أن يبذر بذرة الخلاف بين مجتمعين فقيرين المجتمعان يتناحران فيما بينهما والرجل من الغرب أو رجل من فكرة غربية هو يستغل من هذه الفرصة يستغل من هذه الفرصة وهو يتطور وحاتان الطائفتان الفقيرتان البائستان تنهار في قعر الدل والهوان وتلتزم بالعنصرية ماذا؟ العنصرية والقومية السلبية رابطة للجماعات وغايتها هي لهو نعابس للإشباع رغبات الأهواء ومجل النفس ماذا يقول؟ يقول المدنية مجموعة من القوة قوة القاهرة والثالث والثاني المنفعة المنفعة لذاتها والثالث الشراع معناه الخلاف والرابع القومية القومية وأخيرا الرابطة ولكن الإسلام ما هو؟ يقول حول الإسلام أما حكمة القرآن معناه الحضارة الإسلامية ماذا تريد منا؟ أولا الحق ما هو؟ الحق نقطة استنادة في الحالة الاجتماعية بدلا من القوة لا بد أن نرى الحق في كل شيء الحق معناه المسابات والعدل في كل مكان الفقير لابد أن ينال رغيفا لكي يسد جوعه والأثرياء لابد أن يودوا الزكاة نعم الفقير والغني لابد أن يكون سباء في الحصول على العلم ونيل المعرفة فيقول القرآن يركز على الحق ونيل الفضائل ونيل الفضائل ثم التعاون ثم التعاون ثم الوحدة ثم إغاثة كل لآخر إغاثة كل لآخر فهو يبين الحقيقة حقيقة المدنية الغربية وحقيقة الحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية تبتني أولا على الحق والثاني العدل والثالثة التعاون والرابع جمع الفضائل والأخير إغاثة للآخرين وأما المدنية الغربية فهي تبتني على المنفعة القوة الصراع والقومية الزائفة وبعد ذلك يأتي بدلائل تعرفون جدا إن المنظمات الغربية تقول نحن نعالج مشاكل الفقر نحن ننتج الأدوية للعالم ولكن القرآن أول كتاب قدم الدواء للإنسانية ماذا قال إن دساتير القرآن الكريم وقوانينه لأنها آتية من الأزل فهي باقية وماضية للأبد وبعد ذلك يأتي جميع المؤسسات وجميع المنظمات وقوانينها ودساتيرها زالت من الأرض ولكن قانون القرآن بقيت ما زالت ولا تزال الطبق إلى الأبد لماذا؟ لأن في قانونها آتوا الزكاة آتوا الزكاة وأحل الله البيع وحرم الربا وبعد ذلك أتى هناك أمثلة كثيرة يقول المنظمة يقول المنظمة حينما تقدم ربية أو تقدم مساعدة لأي فقير فيأتي بالمن من والإحسان ولكن المزكي حينما المسلم حينما يقدم الزكاة فهو يفرح يفرح بأن ما كان يجب علي أنا قدمته إلى من كان يستحقه وبعد ذلك يقول إن المدنية الغربية لها نعرة واحدة ما هي الدعابي تقول الثقافة الغربية إن شبعت إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع ابتسب أنت لأكل أنا اكتسب أنت لأكل أنا وتعب أنت ليستريح أنا هذه هي طبيعة وظاهرة المدنية الغربية وأما الإسلام ماذا يقول فيأتي بالكلمة الثانية وبعد ذلك أتى فيلخص الشيخ الكلمة الأولى يقول إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع من الجوع اكتسب أنت لأكل أنا وتعب أنت لأستريح أنا هذه الجملة ترى بسيطة جدا ولكن لها آثار وتداعيات سلبية على المجتمع ماذا يقول ويقول ويقول أساس هذا التوازن هو الكلمة الثانية الكلمة الثانية دفعت العوام إلى الحقد والحصد والصراع فصلبت البشرية الراحة فصلبت البشرية الراحة والأمان لعصور خلط كما هو في أسرنا هذا ثم يأتي بأمثلة هناك سوال إن المدنية لا تقبل تعدد الزوجات تعدد الزوجات وتحسب ذلك الحكم القرآني مخالفاً للحكمة ومنافياً لمصلحة البشر وأتى بجواب جميل جدا قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا كان من عين الحكمة ونفس الحكمة من الله سبحانه وتعالى أنه شرع أربعة أزواج لأن لو كان الإنسان لو كان الإنسان فيها شهوة فيها شهوة دافقة إلى إتمام الشهوة الجنسية أو إلى إغواء نفسه في الهوى فهذا الإنسان حينما عنده باب مفتوح للزواج باب مفتوح للزواج فهو لا يغوى أما الرجل الذي لا يتزوج كما هي ظاهرة في الغرب هم لا يتزوجون هم يقولون ما الفائد للزواج في الزواج هناك أمور باهضة نفقا وسكنا والقضايا الأخرى للزواج فقال الشيخ رحمه الله تعالى حينما لم يفهم الغرب معنوية أو مهمة الزواج فغفلت عن حكمة القرآن وحكمة الله سبحانه وتعالى وهناك عبارات طويلة جدا إن المدنية التي لا تتحاكم إلى المنطق العقلي تنتقد الآية الكريمة للذكر مثل حظ الأنساء تقول انظر إلى هذه الآية لا المواساة بين الرجل ولا الزوجة لا المواساة بين المرأة والرجل الإسلام يفرق بينهما هكذا الغرب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يجيب ومن البديهي أن أغلب الأحكام في الحياة الاجتماعية إنما تسنو حسب الأكثرية من الناس فغالبية النساء يجدن أزواجا يعيلونهن ويحمونهن بينما الكثير من الرجال مضطرون إلى عيالة زوجاتهم وتحمل نفقاتهم فإذا ما أخذت الأنساء الثلثة من أبيها فإن زوجها سيسد حاجتها بينما إذا أخذ رجل حضين من أبيه فإنه سينفق قسطا منه على زوجته المرأة التي تأخذ من أبيها أو من زوجها فالزوجة لا تنفق على حد فقط تجمع عن ربيها أما الزوج فيأخذ من أبيه ولكن عليه نفقت الزوجة فلذا رأى القرآن الكريم الحكمة وأعطى الزوج أكثر من الزوجة وأتى بالحكمة وأخيرا الأخوة الإسلامية الأخوة الإسلامية ورفع الخلافات والقوميات في ظوء رسائل النور أي نرى الأمة الإسلامية تتناحر الأمة الإسلامية تتقاتل لأمر تافه لا فائدة وراءها وهذا الصراع تصل إلى المحكمات إلى الحكومات ولرفع القضية ولتسبيتها الإنسان يحتاج إلى نفقة كبيرة إلى مال كبير حتى لا تحل القضية وفي النهاية الفريقان يتحدان على نقطة المصالحة ولكن المصالحة لا تأتي ولا تهتم الطائفتان في البداية حينما تذهب أموالهم هباء منثورة وتذهب نفقاتهم في جيوب الرجال الذين يدعون الحكم والقضاء ولكن لا علاقة لهم بالعدل والنصاف فحينما هم يأكلون أموالهم ويأكلون ثرواتهم فهم يدركون نعم نحن ضاعط عندنا كثير من الأموال لابد لنا أن ندرك الحقيقة ونحن نتصالح ثم هم يتصالحون فالشيخ رحمه الله تعالى أتى ويقول فليس لكم أمام جميع أولئك الأعداء الألداء إلا ذلك السلاح البتار يقول الأخوة الإسلامية هي السلاح البتار والخندق الأمين والقلعة الحسينة ألا وهي الأخوة الإسلامية قال أنتم تتخذون على السلاح السلاح لا يفيدكم شيئا لو لم تكن هناك وحدة الكلمة لو لم تكن هناك أخوة الإسلامية ما تفشأ الخلاف في أي قوم أو في أي ملة أو في أي طائفة إلا كسر ظهرها وحدد كيانها ونسف مجدها وقوّذ بنيانها فلا بد لنا أن نعي هذه الفكرة الأخوة الإسلامية ولكن كيف نحن نجمع المسلمين على هذه النقطة يقول الأستاذ كيف نحن نرفع الخلافات والصراعات ونجتمع على كلمة الإسلام ما هو الطريق يقول الشيخ رحمه الله تعالى الدستور الأول عندما تعلم أنك لحق في سلوكك وأفكارك يجوز لك أن تقول إن مسلكي حق أو هو أفضل إن مسلكي حق أو هو أفضل ولكن لا يجوز لك أن تقول إن الحق هو مسلكي أنا فحسب مثلا هناك اجتمع صديقان هذا يقول أنا أقول هذه الفكرة وهذا يقول لي فكرة أخرى تنازع فأنت تقول إن مسلكي حق أو تقول إن مسلكي أفضل لكن لا تقول إن الحق هو مسلكي أنا فحسب إن رأيي هو رأيي فحسب لا هذا ينجم عنه والخلاف الخلاف يرتقي والخلاف يطول ولكن لو قلت فكرتك فكرتك ولكن فكرتي جميلة فقط انتهى الخلاف أم الدستور الثاني تقول عليك أن تقول الحق في كل ما تقول ولكن ليس لك أن تضيع كل الحقائق وعليك أن تصدق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صوابا تقول كل صدق ليس كل حقيقة أن تشاع وليس كل صدق أن نقول فإن تم لا يقول مثلا فكرة أنت تساعده وفكرة لصديقك الآخر أنت على فكرة وصديقك على فكرة أخرى ولكن أنت تعرف هو على خطأ فلابد لك أن تكتب الرسالة إليه وتسأل عن فكرته هذا أمر خلاص ولكن لو أنت كتبت الجواب وصم السوال عن طريق الصحيفة أو عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فهذا ينشر الفتنة بين الأمة لو كان هناك خلاف بين العالمين فلابد أن يحلوا هذا الخلاف عن طريق تبادل الرسائل لا عن طريق نشر في الصحف والمجلات والجرائد الدستور الثالث الدستور الثالث هذا جميل جدا لكل طالب ولكل رجل يريد أن يرفع الخلاف بينهم إن كنت تريد أن تعادي أحدا فعادي ما في قلبك من العداوة واجتهد في اتفاع نارها واستئصال شافتها وحاول أن تعادي من هو أعدى عدوك وأشد ضررا عليك تلك هي نفسك لماذا أنت تحمل عداوة حول صديقك وحول جيرانك وحول زملائك وحول أساتذتك وحول مواطن بلدك لا لو تريد أن تحمل الزغائن والحقد والكراهية والتنافر فاحمل حول نفسك في الداخل هو عدوك ولو تريد أن تحمل الحقد والزغينة فاحمل حول الغرب حول الغرب لا حول الأمة الإسلامية يقول هذا وإن كنت تريد الإعداء إن كنت تريد الإعداء إذن فعادي الكفار والزنادق فهم كثيرون وأعلم أن صفة المحبة محبوبة بذاتها جديرة بالمحبة كما أن خصلة العداوة تستحق والإعداء قبل أي شيء آخر يقول لماذا يتنازع المسلمون فيما بينهم؟ هناك العدو الأكبر أمامكم لابد لكم أن تختاروا العدو للإعداء لا تبادلوا الإعداء والحق بين أصحابكم المسلمين وهناك فقط نحن نمر عبوراً مسرعاً فقط لكي نحن نتعرف ما هي القضايا للشيخ رحمه الله تعالى أي ما هي الأسئلة التي طرحت عليها فئة من الطلاب في زمانه؟ ما هي الأسئلة كانت تدور في أذهان الناس؟ فقط أنا أطرها السؤال ولا الإجابة الإجابة في كتابه فإن قلت لأي شيء لا يبحث القرآن أن الكائنات كما يبحث عنها في فن الحكمة والفلسفة أطالب من المدرسة العصرية يأتي ويقول للشيخ الشيخ لا نجد في القرآن ذكر الفلسفة ولا الحكمة ولا الجغرافية لماذا؟ تفهمون أم لا؟ مثلا رجل يأتي أمامكم ويقول أنتم لا تقرؤون فن الحكمة والفلسفة لماذا تقرؤون القرآن الكريم؟ فهذا السؤال مبهد جدا هناك خطو الصحابة مثلا إن مدار الاجتهادات ومصدر الأحكام الشرعية هو عدالة الصحابة حتى اتفقت الأمة على أنهم عدول صادقون علما أنهم بشر مثلنا لا يخطئون من خطأ فيقول لماذا لا يخطئوا الصحابة؟ لماذا؟ كيف هم؟ كيف نحن نؤمن أن الصحابة عدول؟ كما تعرفون في هذا الزمن هذه ظاهرة جدا في المجتمع هم يشكون في الصحابة أنتم هم الرجال ونهن الرجال هكذا هم يقولون فالشيخ رحمه الله تعالى أتى بجواب مفهم في كتابه ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ هذا سؤال بسيط جدا نحن نعرف ما الحكمة؟ هذا السؤال يأتي دائما ما الفائدة لهذا العالم ثم تدميرها ثم الحشر ثم البعص ثم الموت ثم القبر ثم الحشر ما الفائدة لهذه العقائد؟ فيقول ما الحكمة في إخراج سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وما الحكمة في إدخال قسم من بني آدم في جهنم ما الفائدة؟ هذا الإنسان يحترق في جهنم وهذا يتمتع في جنة ما الفائدة في هذا؟ ما هذه الرحمة؟ رحمة الله سبحانه وتعالى الله رحيم وكيف يرى أن عبده يعضب في جهنم؟ تعرفون؟ هذا السؤال؟ لماذا خلقت الشياطين؟ لماذا؟ خلقت الشياطين فقد خلق الله تعالى الشيطان والشر فما الحكمة فيها؟ إذ خلق الشر شر وخلق قبه قبيه ونحن نعتقد أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيه خير لا شر إن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى حتى البعوضة ما خلق الله سبحانه وتعالى البعوضة إلا لحكمة لا يعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالى لكن هذا السؤال يأتي الخنزل كيف خلق الله سبحانه وتعالى الله جميل يحب الجمال كيف هذا؟ هناك سؤال آخر الرجل يرتكب جريمة ولكن بارتكاب الجريمة يعمل البلاء المجتمع كله مثلا لا تأتي الفيضانات الماء منهمر السيول الجارفة من الأنهار والبحار لا فقط لرجل فاجر بل يعم الفاجر والفاسق والتقي والصالح جائحة كورونا ما تركت ما تركت أحدا الجائحة لا ما فرقت بين العالم والجاهل وبين الغني والفقير فهذا هناك سؤال الرجل أدى مهمته أدى الصلاة أدى الزكاة كل شيء فلماذا هو يكون مصابا بهذه الجائحة؟ هذا سؤال هناك سؤال مثلا الرجل الذي وجد فقط خمسين سنة في هذه الدنيا ثم مات على كفره كم سنة يعذب في الآخرة؟ دائما أين العدل من الله سبحانه وتعالى؟ فهذه الأسئلة يجيب الشيخ رحمه الله تعالى أن خلال كتبه في الحقيقة نحن وصلنا إلى نتيجة فقط أولا موقف الإمام الشيخ بديع الزمى سعيد النورسي رحمه الله تعالى حول الإلحاد والزندقة والثاني نحن تعرفنا موقفه من العلوم الكونية والثالث عرفنا كيف نحن نمزج بين العلوم الإسلامية وبين العلوم الدينية الأخير كيف نحن نمح الخلافات من المجتمع ونرقي الأخوة الإسلامية فيما بيننا ونحن عرفنا المدنية الغربية الفاتنة بلا معانها وبريقها ولكن في داخلها ليست روحا ولا حياة ولا فكرة ولا معنى ولا مغزى وأيضا نحن أدركنا الأسئلة المختلفة التي تطرح من الملاحدة والزندقة حول الإسلام لإثارة الشكوك والشبهات حول الأقائد الإسلامية النقية فلو نحن نتالع جميع كتبه ورسائله نحن نتأهل من تقديم الإجابة للأسئلة والشبهات التي تطرح من الأعداء ضد الإسلام وأخيرا أشكر الأستاذ الدكتور محمد شكيب القاسمي نائب رئيس الجامعة ومدير مجمع حجة الإسلام على تكريمتي وعلى إزداء هذه الفرص الغالية للتحاور حول محابر مخصوصة من جمان مشرقة لأفكار سعيد النورسي رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى رحمتهم واسعة وجزاهم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين وشكر الله جهودكم جهودا جبارة ونفع الله سبحانه وتعالى الأمة أجمع بما قدم من أفكار سامية ومن أنظار واسعة ومن حلول ناجعة وأدو الله سبحانه وتعالى لكم ولسائر المسلمين أن يحفظنا من الإلحاد والزندقة ومن الشكوك والشبهات في عصرنا الحاضر جزاكم الله خيرا حياكم الله رضي الله لكم ولكم الإسلام دينا ورضي الله سبحانه وتعالى لإسلام دينا ووفقنا الأعمال الخير كلها ما دامت حياتنا باقية في هذه الدنيا جزاكم الله خيرا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته